وأعلنت لجنة طوارئ محافظة الشمال قطاع غزة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا حثت اللجنة الأهالية على التريث في العودة إلى الشمال لأن الجيش الإسرائيلي ترك عددا كبيرا من طائرات الكواتكابتر المسيرة التي تقوم بإطلاق النار على المواطنين إلى جانب المخلفات الإسرائيلية الخطيرة التي تركها الجيش الإسرائيلي وراءه مبعثرة في الشوارع والبيوت وهذا يعني وجود حاجة ماسة لمختصين لتفكيكها خشية أن تنفجر بين الأهالي في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه وصل عملياته في مخيم جباليا اليوم إلى جانب مناطق وساط القطاع ورفح جنوبا وأن عملياته أسفرت عن مقتل عناصر من حماس والعثور على أسلحة وأنفاق على حد قوله ترجمة نانسي قنقر